السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معايا في فيديو جديد من قناتي تكرت حافز كل سنة وحضرتكم طيبين العيد على الابواب عيد اضحى سعيد ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض توزعات العيد عيد الاضحى بيكون عيد مميز بالاضحية طبعا وبالخروف فهنعمل توزعات بتاعتنا المرادة تناسب عيد الاضحى احنا هنحتاج معايا دلوقتي فرخ فوم جليتر ابيض وفرخ اسود طبعا هو الفرخ اللي هو بتجيب المكتبة اللي هو الفرخ العادي خالص اللي هو الحجم الصغير وهنحتاج عصيان شيش توق طبعا احنا هنعمل توزعات السنة دي على شكل خروف خروف صغير بالفوم تمام التوزعات العيد طبعا احنا عارفين ان هي بتبقى الحلويات والعيدية اللي بنقدمها لولادنا وحبيبنا في العيد اول حاجة هنعملها مع بعض الوقت هنجيب الفوم الابيض هنقلبه على ظهره تمام وهنقسم ورقة الفوم احنا عدلوقتي هنعمل خرفان خرفان صغيرة بالفوم انا هنا هو هقلب بورقة الفوم على ظهرها وبالمصدره كده هقسم الورقة من ورق تسع خانات يعني هتبقى معايا تسع مستطلات زي ما نشايفين كده هقسم الورقة بتاعتي بتاعت الفوم ثلاثة بالطول وتلاثة بالعرض كل خانة في الخانات دي هرسم فيها جسم الخروف بحيس ان احنا يبقى معانا تسع خرفان نعمل من ورقة الفوم الوحدة تسع وحق تسع خرفان زي ما حضراتكم شايفين كده معايا اهي قسمتها هي باين اهي معايا هنبتدي بقى نرسم دلوقتي في كل واحدة فيهم جسم الخروف جسم الخروف يعني مش هرسم يعني بطرقة احترافية يعني ولا حاجة انت بترسمي جسم الخروف كأنك بترسمي غيمة او بترسمي سحابة بايدك كده عادي خالص ترسمي كده كأنك بترسمي سحابة بس كده او زي ما حضراتكم شايفين هقرب دلوقتي عشان تشوفوها كويس او بصي عادي خالص هنرسم بقى في كل خانة دلوقتي اهي جسم الخروف رسام تانا دلوقتي خلاص تسعة تمام هبتدي بقى بالمقص اقصهم كل واحدة لوحدة او زي ما حضراتكم شايفين كده انا خلصت كده جسم الخروف عملت تسعة زي ما انت شايفين كده مش لازم كلهم يكونوا قد بعض ولا لازم يكونوا نفس الشكل احنا بنرسم كده زي سحابة وبنقصها اه بالنسبة الورقة الفهم اللي احنا قصينا منها الجسم الخروف دوت اللي هي الورقة دي دي ما بتترميش دي منكم نستخدمها اه قصيص تمام القصيص دي كلها بنعم بها حاجات تانية كتير حلوة قوي فما بنرمش الحاجات دي من اللي مهم مع بعض كده في قلبه على جنب كده هنحتاجها بعديه وهنا عندنا الفوم الاسود الفوم الاسود ده هنعمل منه رجلين الخروف في دماغه هنقلب الفوم على ظهره وهنيجي كده من الظهر وهنرسم راس الخروف راسها دي خاص مش فيها اي حاجة وخارج وخارج منها ودين من فوق كده بس مش اكتر بالزفت كده انا خلص كده خلصت دماغ الخروف شكلها بالشكل اللي انت شايفينه دوت وهبتدي اعمل دلوقتي منها تسعة على قد الفوم اللي انا عملته الابيض اللي هو جسم الخروف انا خلص كده خلصت راس خروف هبتدي بقى ألزقها على جسمه او زي ما حضرتكم شايفين كده بالشامع وهلزقها عايزين طيب نعمل الغيمة اللي هي شعر الخروف من فوق اللي هي الحتة البيضة اللي بتوع على راس الخروف من فوق شايفين فاكرين ورقة الفرخ اللي احنا قصنا منها جسم الخروف وقلنا مش نرميها عشان دي قصقيس و هنحتاجها اهي هنجيب حتة منها صغيرة وهنرسم فيها برضو غيمة كده سحابة صغنونة كده وهنقصها وهي دي هتبقى ايه اللي هي شوية الشعر اللي بتوع على راس الخروف من فوق اللونهم ابيض هنبتدي بقى دلوقتي نلزق هنجيب كده راس الخروف معانا طبعا هنجيب المسادس الشمع لان الفوم الجليتر لما بيلزق على بعضه بيفك فلازم نلزقه بالشمع حتة شمع صغيرة وهنلزق بقى راس الخروف بتاعنا وبعدين هنلزق بقى الشعر بتاع الخروف من فوق لزقنا كده الشعر بتاع الخروف و عندنا هنا حتتين فهم اسود هنلزقهم كده في ضهر جسم الخروف من ورا كده عاملهم حتتين مستاطلين كده صغنانين عاديين يعني هنعمل هنا بقى عيون الخروف انا عندي هنا عيون اللي هي العيون الجهزة باشتريها من المكتبة هنلزقها برضه بالشمع لو ما عندي كيش العيون ديت ممكن تعملي حتة فوم ابيض مدورة ابيض و حتة تاني فوقيها تلزقها فوقيها اسود تكون الدائرة بتاعتها ازار شوي احنا هنا الخروف بتاعي هنا انا عايزاها بانوتا خروف بنت فهجيب حتة فوم صغيرة لونها بانبا وهعملها في يونكا كده وهلزق على شعر الخروف من فوق عشان كده بنقول الاصائيس بتاعت الفوم دي ما تترميش لانه بنحتاجها احنا خلصنا كده الخروف معايا اهو هنيجي بقى دلوقتي هنجيب شريطة فوم اسود وهنعملها في ضهر الخروف من ورا الشريطة دي احنا هنعملها ليه علشان خاطر هنحط فيها العدية بتاعتنا هنحطيها بطريقة كده معينة هنجيب كده الشريطة دي من عالطرف نحاول نخليها كده محطوطة مش هنلزقها كلها مرة واحدة هنلزقها بطريقة ان يبقى فيها تجويف كده هنجيب من هنا كده من عالطرف هنشيل اللازق بتاع الفوم من عالطرف اليمين من طرف الشمالي لكن الجزء اللي هو اللي في النص مش هنشيل الورقة بتاعته مش عايزينه يلزق من النص احنا عايزينه يلزق من عالطرف بس اهو زي ما انت شايفين كده معايا وهلزقه دلوقتي على ضهر الخروف من ورا انا اللازقته اهو وعملت فيه تجويف من ورا كده حتة بومبيه كده من ورا زي ما انت شايفين كده معايا بالضبط عشان الجزء ده هنبروم العادية هنعملها بشكل كده كأنها ملفوفة يعني وهنحطها في المكان ده وقت هنجيب العادية بتاعتنا كده ملفوفة كده مبرومة وهنحطها في ضهر الخروف من ورا بتبقى شكلها حلو جميلة وزي بتبقى مفاجئة كده للولاد تبقى فكرة حلوة يعني ممكن مولادنا كمان هم يعودوا يساعدونا في الحاجات ديت اه ونحسسهم كده في فرحة العيد تمام كده دلوقتي بقى هنعمل الحلويات بتاعتنا انا هنا مش جايبة حلويات كتير انا جايبة هي شوكولاتة شوكولاتية واحدة بس وي ايه هخليها مع الخروف والعادية هنشوف دلوقتي هعملها ازاي هنلزأ بعد دلوقتي عصاية الشيشتاوك عصاية الشيشتاوك دي انا عايز هلزأها في ظهر الخروف برضو هنا كده هنشل العادية من مكانها بس الاول وهنلزأ العصاية كده في ظهر الخروف كده المكان دوت كده في النص تمام واستنى بس لما الشمع ينشوف بعدين هحط العادية مكانها تاني هنعمل ليه بقى في عصاية الشيشتاوك هيبقى كده الخروف بتاعنا كده يتمسك منها يعني من العصاية وفي نفس الوقت هنستخدم العصاية في حاجة تاني هنجيب بقى الشوكولاتية بتاعتنا هنعمل كده شمع على العصاية الشيشتاوك وهنلزأ الشوكولاتة ونسبتها كده شوية لغط لما تلزأ هنجيب هنا شريط من الشرايط بتاعت الزينة او اللي هي شرايط بتاعت لف الحلويات وهنربطه كده ونعمله في يونكا منكم تربطيه الشوكولاتية بستان ستان يكون شكله حلو منكم يكون ستان ابيض او بمبة زي ما احنا شايفين كده وهندخل برضو العادية في مكانها احنا كنشالينها بس لغط لما الشمع ينشف وهي دي توزيعة العيد بتاعتنا السنة دي حاجة بسيطة خالص واتفرح ولدنا زي ما انت شايفين كده شكلها وكده انا عملت التاسعة خرفين بتوعي كلهم البنوتة عملت لها في يونكا بمبة والولد عملت له في يونكا اللي هي ببيونة زرقة من تحت ومنواقف وراه هو شكله بس مش باين شوية اتمنى ان الفكرة تكون عجبتكم وتكون بسيطة وسهلة عليكم واقولولي رأيكم في الكومنت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وتشيروه لاصحابكم والاشتراك في القناة لو او امر تشوف قناتي اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل الاشعارات بتاعت الفيديوهات الجديدة بتاعتي وكل سنة وحضرتكم طيبين اضحى مبارك علينا وعليكم الامة الاسلامية جميعا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته